الجامعة الافتراضية الثورية كتاب حقوق الإنسان لمؤلفيه دكتور ياسر الحويس دكتور مهند نوح الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الحق في الحياة والسلامة البدنية تقديمة مبادرة ضوء بصوت حسام الدينزيات يغطي هذا التسجيل كلا من الكلمات المفتاحية الخاصة بالوحدة التعليمية إضافة إلى الملخص والأهداف التعليمية ومن ثم الدرس الأول في الوحدة أي الصفحات من 85 وحتى 87 تتألف هذه الوحدة التعليمية من ثلاثة دروس وهي الحق في الحياة الإسكالات المتعلقة بالحق في الحياة حماية الإنسان من كافة دروب المعاملة القاسية يعقبها تمارين محلولة الدرس الأول الحق في الحياة والسلامة البدنية الكلمات المفتاحية حماية الإنسان ضد التعليم دروب المعاملة اللا إنسانية أو القاسية أو المهينة الحق الفطري النهاية غير الطبيعية للحق في الحياة قتل المرحمة الإجهاض عقوبة الإعدام جريمة الإبادة الجماعية الملخص تتناول المحاضرة الحق بالسلامة البدنية والمعنوية للشخص ويتمحور هذا الحق في الاعتراف بالحق بالحياة للإنسان وفي حماية الإنسان ضد التعذيب وكافة دروب المعاملة اللا إنسانية أو القاسية أو المهينة ولما كان الحق في الحياة حقا فطريا فإن حمايته شرط أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى إذ أن كافة الحقوق الأخرى لا تزيد عن كونها إضافات على نوعية الحياة وظروفها وسلوطها كما أن سائر حقوق الإنسان الأخرى تعتمد في الأساس على وجود الحياة ذاتها ومن ثم فإن هذا الحق هو الأسمى فلا يقبل التعطيل سواء في الأوقات العادية أم في حالات الطوارئ وهناك عدد من الإشكالات القانونية التي تتعلق بتطبيق هذا الحق كتحديد الإطار الزمني لبداية التمتع بهذا الحق والنهاية غير الطبيعية للحق في الحياة وأسباب الحرمان المسروع من الحياة ثم جريمة الإبادة الجماعية التي تدخل في إطار العدوان على نطاق جماعي واسع على الحق في الحياة أضف إلى ذلك أن هناك ضروبا من المعاملة اللا إنسانية الحاطة بكرامة الإنسان الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على ترسيخ ثقافة تقديس الحق في الحياة تعرف الأوجه القانونية في الحياة والسلامة البدنية إبراز الإسكالات القانونية حول الحق في الحياة والسلامة البدنية استعراض المواقف المتباينة من الإنهاء القانوني الحياة الدرس الأول الحق في الحياة إن الحق في الحياة هو حق فطري وأصيل هامش رقم واحد ولعل الشريعة الإسلامية من أكثر الشرائع السماوية حماية للحق في الحياة وعدم جواز لأتداء عليها وتجسيدا لذلك ويتجسد ذلك جليا في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا المائلة الآية 32 ومن الواضح أن الشريعة الغراء قد عدت كيان الإنسان المادي والمعنوي حما تحميه الشريعة في حياته وفي مماته ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع لثمانه إذا كفنا أحدكم إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنا رواه مسلم وأبو داود وترمزي والنسائي راجى في ذلك دكتور السافعي محمد بسير قانون حقوق الإنسان منسأة المعارف الإسكندرية 2004 صفحة 112 انتهى الهامس إن الحق في الحياة هو حق فطري وأصيل وحمايته شرط أساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى إذ أن كافة الحقوق الأخرى لا تزيد عن كونها إضافات على نوعية الحياة وظروفها وسلوطها كما أن سائر حقوق الإنسان الأخرى تعتمد في الأساس على وجود الحياة ذاتها ومن ثم فإن هذا الحق هو الأسمى فلا يقبل التعطيل سواء في الأوقات العادية أم في حالات الطوارئ هامس رقم 2 دكتور محمد يوسف علوان دكتور محمد خليل الموسى القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية الجزء الثاني دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2007 صفحة 184 وراجع دكتور الشافعي محمد بسير المردع السابق صفحة 133 انتهى الهامس 2 وفي الحقيقة هناك طائفة من الالتزامات القانونية ملقاة على كاهل الدول ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في سبيل احترام هذا الحق الفرع الأول كما أن هناك عددا من الإسكالات المتصلة بالحق ذاته الفرع الثاني الالتزامات الواقعة على عاطق الدول في سبيل حماية حق الإنسان في الحياة لقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي لكل فرد الحق في الحياة انتهى الاقتباس كما نصت المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن واحد الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعصفا انتهى الاقتباس وبناء عليه فإن هناك جملة من الالتزامات تقع على الدول في سبيل مراعاة هذا الحق وهذه الالتزامات تتعلق بحماية الحق في الحياة قانونا وهو ما فسر على أساس وجود التزام بحماية حياة كل فرد خاضع لولاية دولة من الدول وهذا يعني بدوره إن الدول ملزمة بوضع تشريعات من شأنها منع الاعتداء على هذا الحق والمعاقبة عليه إن وقع وهذا الالتزام يفرض على عاطق الدول ما يلي تلتزم الدول بحماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية والمحتجزين أو الموقوفين تلتزم الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية كافة بغية منع تعرض حياة أي من الخاضعين لولايتها إلى الخطر بسبب تقصيرها في نظم الرعاية الصحية أو في نظم الصحة العامة والبيئة تلتزم الدول باتخاذ التدابير الوقائية والعلاقية الضرورية لحماية الفرد من أي خطر أو تهديد أو اعتداء قد يلحق به جراء سلوك الأفراد العاديين كما تلتزم الدول بمكافحة وملاحقة ومحاكمة مرتكبي الاعتداءات الجرمية على حياة الناس سواء أكانت لهم صفة رسمية أم لم تكن لهم هذه الصفة لذلك عادة تقوم الدول بتحرق القتل أو السروع فيه من خلال القوانين الجزائية لذلك عادة تقوم الدول بتحريم القتل أو السروع فيه من خلال القوانين الجزائية وإضافة إلى ذلك هناك التزام واقع على عاتق الدول بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع الاعتداء على حياة الأفراد هامش ثلاث دكتور محمد يوسف علوان هامش رقم ثلاثة دكتور محمد يوسف علوان دكتور محمد خليل موسى المرجع السابق صفحة 151 وما بعدها انتهى الهامش ثلاثة وفي الحقيقة هذا الالتزام الوقائي والعلادي لحماية حياة الإنسان يتمثل في نصاط الضابطتين الإدارية والعدلية ضمن الدولة وذلك لأن نصاط الضابطت الإدارية يتحقق من خلال منع كل الأفعال التي من شأنها الإدرار بحياة الآخرين بحسبانها متصلة بعناصر النظام العام المختلفة أي الصحة العامة والراحة العامة والأمن العام والسكينة العامة والبيئة العامة ولأن نصاط الضابطة العدلية يتمثل في ملاحقة فاعلي الجرائم بعد ارتكابها ولسيما تلك الواقعة على حياة الأشخاص ولأن نصاط الضابطة العدلية يتمثل في ملاحقة فاعلي الجرائم بعد ارتكابها ولسيما تلك الواقعة على حياة الأشخاص وعلى كل حال فإن هناك التزاما إيجابيا إجرائيا ذا معنا في هذا المجال وهو ذلك المتعلق في وجوب قيام تحقيق شفاف وفعال عند وقوع أي اعتداء على الحياة أو الحرمان منها وهناك التزام إيجابي أساسي يضمن التمتع بالحق في الحياة من الناحية الواقعية وهو يتعلق بتأمين الحاجات الأساسية للإنسان كالمأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية وفرص العمل التي تضمن دخلا كريما وهذه كلها مظاهر لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة حق الإنسان في مستوى معيشي لائق هامش رقم أربعة دكتور محمد يوسف عروان دكتور محمد خليل موسى المرجى نفسه صفحة 152 وما بعدها شكرا موسيقى